يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى وحشتوني جدا بكون معاكم رانيا السيد في نفس المعاد كل أسبوع كلامنا في دنيا الكتب عمره ما بيخلص على مدار حلقتنا اللي فاتت اتقابلنا مع مجموعة كبيرة جدا من الكتاب في مجالات مختلفة منها النفسي منها الفانتازيا منها التاريخي منها كتابات سخرة منها سيرة ذاتية منها رعب وجريمة شفنا قد إيه الإبداع حقيقي ملوش حدود شفنا قد إيه الخيال في الكتابة ممكن يودينا الأماكن كتيرة جدا مرح نهاش قبل كده وحاجات ما نعرفش عنها حاجة ويمكن حياة كمان ما نعرفش عنها أي معلومات وبنعرف أكتر وأكتر عن نجوم ومشاهير وأبطال علشان كده دايما الرحلة في عالم الإراءة منتعة ودايما كل قارئ فينا بيروح للنوع اللي بيحبه من الكتابة اللي بيحبها وطبعا نوع الكتابة اللي بيفضلها النهاردة في حلقتنا عاوزين كل اللي بيحبه الرعب والإثارة يركزوا معانا شوية عشان هنروح النهاردة مع ضفنا هنروح كمان مع بعض لأغرب الحكايات اللي ممكن العقل ما يقدرش أنه يستوعبها هندخل أماكن كتير يمكن مننا ناس عمرهم ما دخلوها وكمان أماكن يمكن ما نفكرش أن احنا نعدي من جنبها حتى ولو حتى بالصدفة حاجات يمكن ما نعرفش عنها حاجة وما كناش ممكن نفكر أن كان ممكن نعرف عنها حاجة ولا نعرف حاجة عن أسرارها ولا عن ناسها ولا عن حكاياتها ولا عن تفاصيلها تفاصيل كتير بتحصل خلف الأسوار هنعرف حاجات كتير حقيقي لها العجب وزي ما قالوا في الأمثال زمان اللي يعيش يا ما يشوف بس أهم حاجة في حلقتنا النهاردة أنكم تجمدوا قلبكم زي ما أنا بحاول كده جمد قلبي معاكم ونركز كويس جدا وإحنا بنتكلم عن كتاب اسمه أغرب الحكايات للمخرج وصانع المحتوى الأستاذ سامح سند اللي هيقدم لنا النهاردة شكل الجرائم الحقيقية وكلها جرائم حقيقية قصص مشوقة جدا بنكون عاوزين نعرف أكتر عن تفاصيلها أحداثها إيه اللي حصل المجرم فكر إزاي؟ طب اتقابد عليه إزاي؟ طب اللي حصل في الضحية ده كان شكله إيه؟ طب المجرم ده فكر بالطريقة دي إزاي؟ كل ده بشكل مرتب جدا ومنظم جدا وأكيد حلقتنا النهاردة مع الأستاذ سامح سند هتكون حلقة مختلفة هنعرف منه حكايات أكتر يمكن غريبة بس هايز أقول لكم إنها حكايات حقيقية